ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس الصباريو تابع أنس عن كثب كل هذه المواقف الأمريكية المتتالية أنس ملفت ما ذكروا موقع أكسيوس اليوم عن أن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بضرورة وقف القتال لثلاثة أيام وكيف يمكن لذلك أن ينعكس لربما على مساعي إخراج يمكن حملت الجنسيات المزدوجة وتحديدا الحديث عن أمريكيين في هذا الإطار هل من معلومات إضافية أنس؟ نعم أولا هذا الاتصال حدث يوم الاثنين وبالتالي فإن تصريحات نتنياهو التي خرجت اليوم جاءت بعد هذا الاتصال هذا ما نعلمه وما هو مؤكد أيضا أن ما تحدث به الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن هدن لثلاثة أيام قد تساهم في الإفراج عن بعض المحتجزين وجه برفض إسرائيلي من قبل بن يمين نتنياهو الذي قال إن وقف القتال لثلاثة أيام قد يعني خسارة إسرائيل لدعم الدولي للعملية العسكرية التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة هذا فضلا عن بعض المحددات تتعلق بالمحتجزين والتي جاء من ضمنها بأن هناك 180 من هؤلاء في قبضة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وتقريبا 40 في قبضة سيراء القدس بينما هناك 20 آخرين في قبضة فصائل أخرى هذه التصريحات وفقا لمسؤولين إسرائيليين لكن أي يكون الأمريكيون ما زالوا يقولون بأن هناك يعترفون حقيقة بأن هناك خطابين الخطاب الأول هو للعلن وهو الذي تأتي فيها الكليشيهات إن صح التعبير من قبيل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سنعمل لإيصال المساعدات الإنسانية والأمر الآخر يتعلق بإجراء محادثات تتعلق بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين ولذلك يبدو مبررا للمتابع أن يعتقد بأن هناك تناقضا في الحديث والتصريحات الأمريكية بين استمرار العملية العسكرية إدخال المساعدات واستمرار الجهود الرامية للإفراج عن المحتجزين ربما هذا التقرير يرفع بعض الغموض المصاحب لهذه التصريحات وهو يؤكد بأن هذه المحادثات ما زالت مستمرة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر لكن لا يحدد إلى أي حد وصلت وإلى أي حد تعتقد إسرائيل بأن الأمر قابل للتحقيق خلال الفترة المقبلة لكنه بطريقة أو بأخرى مرتبط بأمرين آخرين الأول يتعلق بكيفية إنهاء هذه العملية العسكرية كيف سيتم إنهاؤها متى ستعلن إسرائيل بأن هدفها قد تحقق وهذا أمر يتطلب من الإسرائيليين أن يعدلوا بعضا من تصريحاتهم المتعلقة بقائمة أهدافهم أو بنك الأهداف كما يسمى عادة وهو القضاء على حركة حماس هل الولايات المتحدة أو أقصد إسرائيل عفوا ستكون قادرة على تحقيق هذا الهدف في ظل أصوات خرجت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تقول بأن هذا الهدف ربما غير قابل للتحقق وبالتالي فإن الهدف البديل يبدو منطقيا أن تتحدث إسرائيل عن الإفراج عن المحتجزين في قطع غزة وهو أمر على ما يبدو أيضا كما نسمع من الأخبار لا يبدو أن حركة حماس تعرضه من حيث المبدأ وبالتالي فإن هناك ما يشبه الفرصة لأن تتوقف هذه الحرب وإن كان توقفا مؤقتا أن يفرج عن بعض المحتجزين وأن يبدو أن كل الأطراف قد حصلوا على بعض مما يطالبون به الأمر الآخر المرتبط بهذه القضية أيضا هو مسألة ماذا بعد هذه الحرب وهو أمر يبدو أن حركة حماس تعرض الفكرة التي تقول بأن هذا الأمر بات قيد البحث بينما يقول الأمريكيون أنهم يتفقون مع الإسرائيليين على أن الوضع في قطع غزة لن يعود إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر لكنهم في الوقت ذاته يختلفون مع الإسرائيليين ويقولون بأنهم لا يؤيدون أن تحتل إسرائيل قطع غزة ويقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هذه أرض فلسطينية وبالتالي هذا يعقد أيضا من الأفكار أو الخطط التي تضعها إسرائيل لقطع غزة إلى ما بعد ذلك هذا إذا ما أدخلنا بطبيعة الحال متغيرات أخرى تتعلق بدول الطوقة والمحيط العربي فضلا عن السلطة الفلسطينية تصبح الصورة متشابكة أكثر وربما بحاجة إلى عمل أكثر تحت الطاولة وهو ما يقوله الأمريكيون علانية يقولون أن ما يصرحون به هو أمر مهم وهو صادق لكن هناك محادثات ديبلوماسية لا يرغبون في الكشف عنها على الأقل حتى الآن وهو ما يبدو جليا فيما تحدث عنه موقع أكسيوس بأن هذا الاتصال تضمن أشياء أخرى الأمريكيون رفضوا التعليق على هذه التقارير وكذلك فعل الإسرائيليون لكنهم عندما يسألون سواء في المؤتمرات الصحفية أو حتى بشكل مباشر يعيدوننا مرة أخرى أقصد الصحفيين إلى البيانات التي تصدر من البيت الأبيض وهي لا تحوي إلا القليل من المعلومات والكثير من الكليشيهات التي عادة ما تتكرر من قبيل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مواصلة العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية ضرورة أن تتجنب إسرائيل استهداف المدنيين لكن ما حجم تطبيق ما تتحدث عنه الولايات المتحدة أو إسرائيل في البيانات الرسمية أو تطابقه مع ما يجري على أرض الواقع هذا أمر ربما ستكشف عنه الأيام المقبلة تماما سننتظر كل ذلك دائما معك أنا سالصبار شكرا على كل هذه المعلومات من واشنطن